استقبلت مصر مليون وستمائة وأحد عشر ألفا وتسعين جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج الشركة فايزر بمطار القاهرة الدولي وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة وأكدت وزيرة الصحة هالزايد أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معمل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها حوالي أحد عشر ألف مركز موزعين على محافظات الجمهورية المختلفة يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالي مليون وستمائة واثنى عشر ألفا ومائتين وستين جرعة في شهر سبتمبر الماضي وذلك ضمن سلسلة شحنات من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج الشركة فايزر الأمريكية